ليلة لليلة لليلة لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال نحي في الوطن التجديد نحن نعلم في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب نفتح للمستدبل باب نحي في الوطن التجديد أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد وأعرف لما أتكلم إن كلامي صح ومفيد ليلة لليلة لليلة للا ليلة لليلة 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 للا بسم الله الرحمن الرحيم مدارس ابن خلدون التعليمية الفرع ابتدائية الياسمين الصف الرابع الابتدائي المادة لغة الجميلة معكم الأستاذ علاء عبد الحليم معلم اللغة العربية بمدارس ابن خلدون التعليمية نبدأ سويا بدراسة النص الشعري أرباب الحرف نتعرف أولا معنى أرباب أرباب بمعنى أصحاب والحرب بمعنى المهن كلمة أصحاب من يضعها في جملة أحسنت يا نواف نحن أرباب المنزل أي نحن أصحاب المنزل نريد جملة أخرى للمؤنس أحسنت يا نايف هذه ربة المنزل وهذه ربة المنزل أي صاحبة المنزل أحسنت يا محمد ما معنى الحرف الحرف بمعنى المهن ونسأل كل واحد منكم ماذا تحب أن تكون في المستقبل ماذا تحب أن تكون يا ركان طبيبا ممتاز وأنت يا محمد طيارا أحسنت وأنت يا نايف معلما ممتاز هذا شيء جميل تعالوا بنا نقرأ الأبيئات سويا نحن أرباب الحرف ليس يعنينا الترف ولنا كل الشرف أننا نحيي المهن نحن أهل للبراعة في أساليب الصناعة ولنا في كل ساعة نهضة في كل فن فضل صناع البلاد كل يوم في ازدياد ولهم في كل واد حسنات وامنا من بنى للناس دورا من كس الناس حريرا نلاحظ في هذه الأبيئات أنها تتحدث عن أرباب الحرف ومن خلال هذا النشيد يمكننا أن نستمع جيدا إلى نحن أرباب الحرف ليس يعنينا الترف ولنا كل الشرف أنا لا نحن أرباب الحرف أنا لا نحن أرباب الحرف أنا لا نحن أرباب الحرف في أساليب الصناعة ولنا في كل ساعة نهضة في كل فن فضل صناع البلاد كل يوم في ازدياد ولهم في كل رواء حسنات وامنا من بنى للناس دورا من كس الناس حريرا من كس الناس حريرا من كس الناس حريرا نحن أرباب الحرف نحن أرباب الحرف نحن أرباب الحرف ليس يعينينا الترف ولنا كل الشرف أننا نحن 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 براء في أساني بالصناع ولنا في كل ساعة نهضة في كل فن فضل صلاعي بها كل يوم في ازدوار وله في كل رواء حسنات والدا من بنى للناس دورا من كس الناس حريرا من بنى للناس دورا من كس الناس حريرا نحن أرباب الحرف نحن أرباب الحرف نحن أرباب الحرف ليس يعينينا الترف ولنا كل الشرف أنا لا نحن 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 نح في كل رواء حسنات والدا من بنى للناس دورا من كس الناس حريرا من بنى للناس دورا من كس الناس حريرا نحن أرباب الحراف نحن أرباب الحراف نحن أرباب الحراف ليس يعنينا التغف ولنا كل الشرف أننا نحن 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 نبرى في أساني بالصناعة ولنا في كل ساعة نهضة في كل فن فضل صلاعي بلا كل يوم في ازدواء ولنا في كل رواء حسنات والدا من بنى للناس دورا من كس الناس حريرا من بنى للناس دورا من كس الناس حريرا نحن أرباب الحراف نحن أرباب الحراف بعد أن استمعنا إلى هذا الإنشاد الجميل نستطيع أن نحفظ هذا النشيد من خلال تكراره ومن خلال استماعه مرات ومرات ننتقل الآن إلى معاني المفردات في النص معنى أرباب نعم أحسنت معنى أرباب أصحاب من يضعى في جملة نعم يا محمد نحن أرباب هذه الحديقة أحسنت أي نحن أصحاب هذه الحديقة وما مفرد أرباب نعم يا عبد الله مفردها رب ممتاز وما معنى رب معناها صاحب أحسنت ما معنى الحرف ما معناها يا نواف معناها المئن المختلفة أحسنت وما مفرد الحرف يا عبد العزيز نفردها الحرفة وهي المهنة من يضعها في جملة ممتاز الحرف في مدينة متنوعة أي أنها كثيرة ما معنى البراعة البراعة هي التفوق من يضعها في جملة نعم يا أمير نضعها في جملة أبي بارع في عمله ممتاز أي أبي متفوق في عمله ما مفرد أساليب مفردها أسلوب أحسنت ما نضعها في جملة تكلم يا نايف المعلم يشرح بأسلوب جميل ممتاز والأسلوب والطريقة أي طريقة جميلة نتابع معاني المفردات جمع ساعة من يجيب نعم يا عبد الله جمع ساعة ساعات وما جمع فن يا نايف جمعها فنون ممتاز من يضعها في جملة نعم يا أيهم القرة فن من الفنون الجميلة أحسنت وما مفرد صناع يا محمد صانع أحسنت من يضعها في جملة أحسنت يا أيهم الصناع في بلدي كثيرون وما مفرد البلاد من يجيب محمد بلد إجابة صحيحة من يضعها في جملة أحسنت البلد التي نعيش فيها من أفضل البلاد وما مضاد ازدياد أحسنت نقصان من يضعها في جملة الإيمان يزيد وينقص ممتاز وما جمع وادي أو دية من يجيبني على هذا السؤال ضع كلمة الوادي في جملة أحسنت أحسنت يا عبد الله دخلنا في واد كثير الأشجار والوادي هو المكان نتابع معا معاني المفردات مفرد حسنات حسنة أحسنت من يضعها في جملة للمؤمن حسنات كثيرة ممتاز وما معنى منن المنن هي العطايا من يضعها في جملة أحسنت الله عز وجل له المنن الكثير وما معنى دور نعم يا عبد الله بيوتا أحسن وما مفردها مفردها دارا ننتقل إلى أنمي لغتي بداية من يختار لكل كلمة في ألف المعنى المناسب لها في باء ما معنى كلمة أرباب معنى كلمة أرباب ماذا تعني كما شرحنا في بداية الدرس أحسنت يا أيهم أرباب معنى أصحاب وما معنى الحرف يا فهد أحسنت يا فهد وما معنى كلمة يعنينا أحسنت يا عبد الله يهمنا ممتاز وما معنى كلمة الطرف يا أمير وما معنى كلمة البراعة يا محمد تعرفنا تعرفنا في هذا الدرس على فضل أرباب الحرف وهم العمال الذين يجب علينا احترامهم وعرفنا وعرفنا أن هذه الحرف هي التي تقوم عليها الصناعة في البلاد وما من نبي إلا وكانت له حرفة فكان الأنبياء جميعا لهم حرف وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم له حرفة التجارة والرع ولذلك الأنبياء جميعا لهم حرفة وكان نبي الله داود حدادا وكان نبي الله نوح نجارا وهكذا الأنبياء جميعا كانت لهم حرف وكل إنسان لا بد أن يكون له حرفة حتى يبني مستقبلا لنفسه ولوطنه وبنهاية هذا الدرس سيتجدون ورقة عمل ولعبة الوردول وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر